بفقارة نيوميديا اليوم بينضم لأينا مارك نيسين صاحب ماركو أكازا يلي بيلفت أنظار كتار منكم على انستغرام ويلي في منكم كمانا ديقوا من إيدي أطيب بيزا مشغولة على الأصول مارك أهلا وسهلا فيك بشرفني كوندايفيك اليوم أهلا فيك أنا اللي بشرفني مارك يعني من رحم الأزمات حققت حلم وأنجزت بيتزا نابولي اللي هي فعلا على الأصول بيتزا إيطالية بس من قلب لبنان خبرنا كيف قدرت بهالأزمة الهدف الأساسي كان أنه الأزمة هي كانت تحافظ لحيالة شخص كان مآمن بفكرة كانت عنده إياها يقدر يعمل شيء من وراء الأزمة الهدف كان أنه نضل بلبنان ما نسافر خصوصي أنه الأهل بلبنان وخيم سافر ما بدنا نيتم العيلة طبعا أكيد هيدا كان هاجس أساسي عندي وأنا كان عندي حلم من زمان بيرودني أنه أفتح مطعم بعتقد لي قدرت أصل له هو أجمل من الحلم اللي كنت بتخيله لأنه المطعم صار عندي بالبيت فأنا ما عندي زباين عندي ضيوف بيجوا على البيت فكل حدا بيجي لعندي هو ضيف وصار عندي كتير أصحاب وكتير معارف كتير موضوعات من وراء هاليكسبرينس ياللي خلقت بلبنان القصة بلشت بتسلاية إذا بدنا نقول أنا كنت عندي الفرن معمره بالبيت ما كنت مدوره من كتير زمان يعني من لما عملته ما دورته لما جينا بالأزمة والأزمات سأبت أنه كلها نجمعت مع بعض عنا كان في الكورونا كان في الأزمة الاقتصادية اللي ما رأنا فيها صح صح فبسبب القاعدة أنه ما فينا نروح ونجي وهيك من وراء الريستريكشنز طبع الكوفيد في ناس بلش تعمل كروسان ناس بلش تعمل باكات ناس بلش تعمل قطو بس مش كلهم نطوروها طيس يرفع عندهم مطعمة ومحل أنا بلشت أعمل بيتزا ما كانت وردة أصلا أنا عندي أنه طورها كمان يعني هي بلشت كفكرة لأعمل بيتزا أنا وعم بيشتغل بالبروزس لتقدر تعمل العجينة حسيت أنه هذا شيء كتير كتير فيه تحدي لأنه العجينة بتتأثر بكل العوامل من التقس للارطوبة لأنه على الطحين للفرن كل هول قصاص فقررت أنه بدي حطها براسي وبلشت تجرب كل يوم كل يوم كل يوم ترايلز على مدة شهرين كل يوم بالقليلة عم جربت كذا طريقة أوكي بعد شهرين تقريبا حسيت طلع معي شي حلو وشي طيب ومن هون أجتنا الفكرة أنه ليش لا ما بعمل شي طيب مارك أنا مارك أنا بعرف أنه حضرتك منك شاف مزبوط صح يعني علمت حالك بحالك طريقة تحضير الفيزا مية بالمية أنا بالأساس دارس اقتصاد وفنانس يشو في فرق إيه الفرق كبير بس لما يكون عندك شغاف و باسيون ولاشي وأنا بحب الطبخ إن جنرال من أنا و صغير وبحب بطني هيدا شي أساسي بلشت التعلم لحالي يعني من هالتجارب اللي عم بعملون صرت أيت عملت هيك طلع معي هيك عملت هيك طلع معي غير نتيجة فالنتيج اللي بتكون مقنعة صرت تأيد ليش وصرت تجمع هالفتافيت اللي عم يقطعوا معي لقدرت أصل للنتيجة اللي بدي إياها والنتيجة النهائية اللي اليوم عم بيشتغل فيها أخذت تقريبا سنة سنة من التجارب والوقت والتعب بس أهم شيء أن واحد ما يستسلم إذا حاطت شغلة براسه أكيد طب إلى جانب الفيديو والصور اللي بتنزلها حضرتك بتستقبل الضيوف مثل ما قلت لي ببيتك بطريقة كتير دافية لحتى يجربوا هايدي التجربة ويدوقوا البيتزا بس خبرنا سألتك قبل أنا أول ما وصلت ليه ما في محلات؟ ليه دايما ما يعني منتصل وما منلاقي محل؟ بما أنه الكنسيبت كتير برسونال وبالبيت وعن جد اللي بيجي لعندي هو ضيف وهو أول ما يفوت حيحسها لأنه منه جاي على مطعم وبيصير فيه هيدا البوند بين أنه حدا مستقبلك ببيتك والهدف كان الأساسي أنه بدي أترك ذكرى حلوة بزاوية بقلب كل حدا وهيدا الشي عم بيأثر فيه وعم بيأثر بالناس فالناس عم تنبسط بهالإكسبرينس يعني أنا عم بقدم إكسبرينس ما عم بقدم أكل عم بقدم قصتي ما عم بقدم أكل يعني عم بقدم قصتي من خلال هالتجارب الطويلة اللي عملتها ببلايات معينة بالبيتزا اللي قدرت أصلها هذا الشي عم بيخلي الناس كتير يعني بيكونوا عند بيحجزوا مرتين وثلاثة لقدام بيرجعوا بيخبروا أصحابهم وهيكا عم بتصير وعم بتصير صعبة يعني كمان تبوك يعني حجوزات السهر والأكتوبر بسم الله يعني بس عم جد دايما كنا نجالي بنتوصل كنت عم أقلك وما منلاقي بس هيدا دليل عافية هيا نظرت لك هيا هيا شو حلو على هوا هيا حبيت هيدا هيا طلقت عليها كهلا طب برني كيف بتلاقي المكونات كيف بتفكر بالمكونات وعم بتلاقيها كلها موجودة بلبنان المكونات موجودة بلبنان أنا بجرب كمان إذا بدك فوكس على البروداكت يلي بقدر اشتغل فيه من لبنان جيبه من لبنان وعلى البروداكت يلي أنا بقدر صنعه أنا صنعه مثلا الموزاريلا صرت أنا عم بعملها أكيد كمانا أخذت كتير شغل أكيد بس صرت أنا عم بعملها فراش دايلي كل يوم المكونات من الأقصص الخضرة أو هيك مزروعين عندي من البيزل للتوميتو للخضرة على أنواعها لطحين أكيد لطحين الإيطالي استورد من إيطاليا ومرأنا بفترة قطعت فيها شوية بروداكت و هيك بس بما أنه أنا ليس عندي ما بيستوع بعدد كبير من العالم وما بدي كمية برودي كبيرة ما سابقيت أزمة كتير كبيرة عليك ما كتير أنا تأثرت فيها وياللي تأثرت فيه كنت تشيله من المانيو يعني اللي ينقطع ماء استعمل بديل عنه تشيله لما تظل محافظ على نفس الكواليتي حلو طب وتقدم لك كتير عروض أنا بعرف ليه مقبلتها للتوسع أقدم لك كتير عروض للتوسع بلبنان و برات لبنان بس كان عهد على حالي وبعده لليوم أنه إذا بدي أعمل شي بدي أبلش من لبنان لأنه قررت بيروت تكون عاصمة الأحلام فهيدا وعد تركته لحالي صدقاً و إذا بدي أوسع بدي أبلش من بيروت لك أنا معقول نشوفك موسع قريباً لثلاث سنين اللي مرأوا كنت رافض الفكرة كلياً بس إذا بدي أوسع ما بيعني أنه رح سكر شي اللي عاملوا عندي فوق طبعاً رح يكون شيء إن بارلل يمكن إيه يمكن لا للناس يلي خصوصاً هلأ بالصيف تكون في ناس جايين جمعتين ثلاثة جميع بيحكوني بقلوهم بعد ثلاثة شهر بصير يزعلوا أنا بزعلوا بدي جرب أعمل شيء كمان كل الناس تقدر تدوء وتجيه طيب كمان أنا معقول نشوف ورشيح تلتعلمنا طريقة البيتزا اللي كتير طيبة من بين إيديك آآنس للي بعمل الوركشوبس ما بعلون عنه بس الناس اللي بتسألني بعمل الوركشوبس بأعلم القصص التيوريه والقصص البراتيك في أوقات معينة عم تاخد فيها حسب من نظم أوقاتنا كيف بيكونوا زبطين يعني بين الشخص اللي عقيله يجي وبين وقته وفي ناس كتير استفادوا في منهم فتحوا كونسبت منهم حدا تعلم عندي سنة الماضي هي جرع كندا وفتح بكندا ستريت فود بيتزا بكارفان وعم بيعمل شغل روعة وإيه بحب تطور هيدا الشي يعني بحب هالخبرة اللي اكتسبت ماء تركها لإلي أقدر إنقلها لناس وهنا من الشي البعض اللي أخدوا يقدروا يطوروا القصص اللي بيتخيلوا هن بالبيتزا بعدين على زوء يعني أي أكيد يعني عم تشارك خبرتك قد ما بتقدر بالبيتزا أكيد كتير بهمنا هيدا الموضوع يعني ما بخب بسر يعني أو شي لأنه الشي لازم لازم يتطور والعجينة إذا بدك أو البيتزا هي مثل الـ DNA طبعا الشاف اللي بيعملها إذا بعطيك نفس الشي ما بيطلع معك نفس الشي فكل حدا بيصير عنده بزونتاش بيضيف من عنده أكيد إجباري أهلا وسهلا فيك مرة تانية يعني كتير سعيدة باستضابتك انبسط أنا كمان بالإنتربيو اليوم أو تانيكو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة